السلام عليكم ورحمة الله لأخ مختار عندي سيارة بارتنار بيجو سنة 2012 محرك ماشي 10000 عندي مشكل في المحرك ما يحبش ينوض قالوا لي مشكل في المانو المانو اللي فلابون في دينجكسيون هذا هذا قالوا لي المانو ما رحش يفتح ما عرفش يا هل ترى منه ولا من حاجة وحدة اخرى من فضلك شكرا تو بعد من اسمعنا منه السؤال ان هو عنده مشكلته ان السيارة الصباح يعني تشتغل بصعوبة تعمل بصعوبة يعني تخطف بصعوبة او تخدم بصعوبة وهو كان من الافضل يعني يبعث لي فيديو وريني كيفاش تخدم بصعوبة افضل من لي يقول لي راو قالوا لي يعني انا ممكن نهج من حدد المشكل واحدي اما مدام هو ما ورنيش كيفاش ما تخدمش بصعوبة كيفاش تخدم بصعوبة وقالوا لي يمكن مشكلة في المانو طبعا اذا كان المشكل هو في المانو هدايا او في الكابتار او في الحساس هدايا العملية سهلة وسيطة ما فيها شيء سهلة ما اسهل ما يكون الحساس هدايا نقدر نفكوه مش تعرف انت العملية يعني صحيحة ولا لا نقدر نفكوه هدايا ما عرفش فتاح 27 او 28 او حركي ميكا هدايا في البوش واذا كان هو في الروتو نوعين هو واحدة هديكة في البوش وهديك في الروتو سيابي او ال فالعملية بسيطة ما فيها شيء بالنسبة الهادي سهلة فكانها والاخرى سهلة فكانها يقدر يفك المانو هدايا من مكانه مفتاح كما قلت لكم فما نوعين في البوش معاش اظنى 30 او في الروتو اظنى 27 او حركي ميكا ينفك المانو هدا او الكابتار او حساس هدايا من المضخص خرجها البره الموديل هدا يكون موجود في الروتو يفتح المانو هدايا من مكانه والحساس ويشيل الطرف هدايا اللي هي تكون سبب في المشكل عنده اذا كان صحيح المشكل منها يعني هذه هي تتذكر وتفتح على الديزل باش يشتغل المحرك القطعة هدايا اللي هي القطعة اسود هدايا هي لتطلع وتنزل من فوق من الحساس هدايا عن طريق اذكير عن طريق السحب فهي قد يكون هذه المشكلة عنده صحيحة او لا حاجة اما هي سهلة العملية نشير القطعة هذه من مكانها ونرجع الحساس نفسه من غير القطعة هذه ونجر اذا كان العامية تصلحت وتتحسنت يبقى العيب في المنو نفسه او العيب في الكهرباء اللي جاي للمنو يعني العيب في الحساس نفسه او العيب في الكهرباء اللي جاي للحساس لان حتى الكهرباء كي تبدأ عندها اتصال او ضعف بمكان معين في وقت التشغيل يضعف عليها الكهرباء لا تفتحش المنو هذا لا يفتحش لان هذا الحساس لان هذا المغطيس الكهرباء هنا في المكان هذا يخرج الفوق يسحب بش يفتح الديزل ويجعله يمشي ويجعله لمكانه ويجعله يطفى المحرك هذا ايه في الرتو عفوا انا شرحت عليها هذا الاولاني هذا في الرتو نفس العملية يمكنك تفتح الحساس او المنون المضخة وتفرغ هذه القطعة تشيلها من مكانها مع انواع تتشيل هذه القطعة كاملة من مكانها من داخل ويجعله تشيل تنحي طرف البلاستيك الرأس البلاستيك ترجاعها من البلاستيك يجعلها كاملة ويجعلها ويجعلها تطلع فوق ويهرب عليها كاملة تنزل تسكر على الديزل هذه هي في الرتو ويجعلها ويجعلها في الرتو ويجعلها في البوش هم الخططين يجعلها في رأس المضخة سواء في البوش ولا في الرتو ويجعلها في أخر المعركة في كل المركات يجعلها في رأس المضخة فوق الناس فوق الديستربيتار وهذا هو فوق الديزل للمحرك هذا هو منور هذا هو الحساس يعني يجيه كهرباء من الكونتاكت يعني من موسط السيارة باش يغذيه باش يفتح الديزي باش يخلي الديزي اللي يخرج ما يتسرب مع الخراطيم هذي ويمش المحرك ويمش المحرك يشتغل هذا أحيانا يخرج بصحيح وأحيانا زاد الكهرباء تكون ضعيفة عنده لأن كنت تكون عنده ضعيفة يبدأ فما عنده تذبذب معاش يقدر يفتح ولا يثكر يقدم تذبذب لأنه عنده وأحيانا يكون المشكل يزاد الكابل الماسي لما بين المحركز والبطري لأنه يبدأ عنده ضعف أرضية أو ضعف الكابل الماسي أو ضعف السلك هذي هو السالب يكون موجود يعمل نفس المشكل ولهذا العملية سهلة بسيطة إذا كان هو من الحساس أو من المانوه هذك بكل كابتير هذك بكل سهولة تقدر تفحصه وتنحيه وتشغل المحرك من غيره كان يشتغل وقتها قرر رشبش تعمل إن شاء الله تنبعكم هذا الكيميك والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة